وعندنا لم تحقق اسرائيل اهداف الهزو كاملة جاءت الولايات المتحدة بقواتها مباشرة باساطينها وحاملات طائراتها وجرت معها حلفائها ايضا باساطيلهم وحاملات طائراتهم وسبق هذا كله سيل من الاخبار والتصريحات تحمل بمجملها التهديد والمعيد ولكنهم اخطأوا الهدف تماما لان سوريا لا تخيفها الاساطير ولا تخيفها حاملات الطائرات اشتركوا في القناة لا تخيفها حاملات طائرات 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 طائ تثبت أنفسهم في هذه المرحلة فتدعو يعني بدءا من الجيش الإلكتروني الذي كون جيشا حقيقيا في واقع افتراضي إلى حملة تبرع الزم إلى غيرها من المبادرات الكثيرة أعتقد بأن الشباب السوري الشباب الشباب ومنعتي الشباب العمر وأنا بالمناسبة اعتقد وفود شبابية عديدة لمختلف شرائح أيضا شباب واعي تحس الوطني يعني هو من هذا الوطن هذا الموضوع من البديلية ولكن شباب واعي وشباب ضابج وعلى هذا الأجيل أن يحضر نفسه للمرحلة السياسية القادمة لكي نكون نحن النموذج لكل المنطقة بدلا من أن نأخذ دروس فنوضيه الدروس تحس الوطني تحس الوطني فنوضيه بعد ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر هذه الأصائب الغادرة امتدت في أمن الأهالي في اللاذقية تستكمل وحدات الجيش خروجها من أماكن الانتشار في ريف درع أعضاء خلية إرهابية متطرفة جديدة في درع وحدات الجيش في مدينة درع مهمتها بملاحقة فلول المجموعات الإرهابية المتطرفة المسلحة أطلق مسلحون ملثمون تقلهم دراجات نارية النار على حاجز لقوات حفظ النظام في دير الزور السلفزون السورية بسعثرافات خلية إرهابية مؤلفة من ثلاثة أشخاص وفي مقدمها توجيه الشكر للسورية الأسد للسورية حافظ الأسد للسورية مشار الأسد للسورية الشعب الأمي الصامت لسوريات الجيش العربي المطاوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر